وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين جاء ذلك خلال اكتماء رئيس السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة مستجدات عددين من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي طلع على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا أشار دكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفايروس بوجه عام وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات وفي هذا الإطار وجه رئيس أسيسي بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة كما عرض دكتور محمد عوض تاج الدين جهود تطوير منظومة جراعة الأعضاء في مصر وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية اشتركوا في القناة